بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس المستقيمات والمستويات المتوازية في الفضاء سنتكلم في هذا اللقاء عن توازي مستقيم مع مستقيم باستخدام النتيجة النظريتين 2 و 3 نعلم من النظرية 3 أن المستقيمان الموازيان لثالث في الفضاء متوازيان فإذا كان L1 يوازي M و L2 يوازي M فإن L1 و L2 مستقيمان متوازيان نتيجة للنظريات السابقة إذا توازى مستقيمان ومر بهما مستويان متقاطعان فإن تقاطعهما هو مستقيم يوازي كل من هذين المستقيمين إذن إذا كان لدينا مستقيمين متوازيين L و M المستقيمان M و L مستقيمان متوازيان فإذا مر بالمستقيم M المستوي الأخضر P1 أي أن M محتوى في P1 ومر في المستقيم L المستوي الأحمر P2 إذن L محتوى في P2 وكان P1 و P2 متقاطعان في مستقيم وليكون هذا المستقيم هو المستقيم N فبحسب هذه النتيجة فإن المستقيمات الثلاثة مستقيمات متوازية أي أن M و L و N متوازية L يوازي N و M أيضا يوازي N تفيد عادة هذه النظرية في إثبات صحة توازي مستقيمات تمرين في الشكل المقابل A B و C D قطعتان مستقيمتان تمثلان قطران في المستوي P للدائرة طبعا إذن A B و D C هما قطران للدائرة في المستوي P فإذا علمت أن P1 و P2 يتقاطعان في HG علما أن P1 هو المستوي الأخضر الذي يحتوي A C و P2 هو المستوي الأزرق الذي يحتوي على D B المطلوب أثبت أن G H هذا المستقيم الناتج عن تقاطع هذين المستويين يوازي مستوي الدائرة P طبعا لإثبات أن G H يوازي مستوي سوف نحاول إثبات أن هذا المستقيم يوازي مستقيم واحد في هذا المستوي بما أن A B و D C قطران للدائرة طبعا يتقاطع القطران في مركز الدائرة وليكن هذا هو مركز الدائرة O هذا هو مركز الدائرة وبما أنهما قطرين هذا يعني أن A O نصف قطر للدائرة يساوي R و O C يساوي R و O B يساوي R و O D يساوي R إذن O C O A O B O D عبارة عن أنصاف أقطار للدائرة إذن هي جميعها متساوية في الطول هذا يعني أن A B يساوي D C و يناصفه لدينا قطران لشكل رباعي A D B C هذان القطران متساويان في الطول و متناصفان إذن هذا هو الشكل الرباعي لنصل بين B C وبين A و D سوف نحصل على شكل رباعي فيه قطران متساويان في الطول و متناصفان وبالتالي هذا الشكل هو مستطيل من خواص أقطار المستطيل أن أقطاره متساوية بالطول و متناصفة إذن A D B C أو A C B D هو عبارة عن مستطيل نعلم أنه في المستطيل كل ضلعان متقابلان متوازيان و متساويان في الطول هذا يعني أن A C يوازي B D و أن B C يوازي A D إذن بما أن هذا الشكل هو مستطيل نستطيع أن نكتب أن القطع المستقيم A C توازي القطع المستقيم D B وبما أن A C محتوى في P1 و D B محتوى في P2 و P1 و P2 متقاطعان في المستقيم H G إذن شروط النظرية أو شروط النتيجة من النظرية شروط محققة هذا يعني أن المستقيمات الثلاثة متوازية تقول النتيجة إذا توازي مستقيمان ومر بهما مستويان متقاطعان هذا هو خط التقاطع H G فإن هذان المستقيمان يوازيان خط التقاطع إذن استنتجنا أن G H A C D B عبارة عن ثلاث مستقيمات متوازية الآن أصبح لدينا H G يوازي مستقيمان في المستوي P H G يوازي وليكن A C طبعا نكتفي بمستقيم واحد وهذا المستقيم محتوى في مستوي الدائرة P وبالتالي بحسب نظرية فإن H G يوازي هذه الدائرة أو يوازي مستوي الدائرة بحسب النظرية الأولى إذن أثبتنا أن G H يوازي المستوي P وهو مستوي الدائرة وهو المطلوب تكلمنا في هذا اللقاء عن إثبات توازي مستقيمات باستخدام نتيجة من النظريات 2 و3 وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس اشتركوا في القناة